اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند والبداع هتكون مع ترند الاهلي البداع في ترند الاهلي من حساب الاهلي الرسمي الاهلي السي سي على الفيسبوك واللي نشر صور لبيرسيتاو نجم الفريق وكتب عليها الافضل في افريقيا صاحب البرونزية مع منتخب جنوب افريقيا في كأس الامم الافريقية طيب نروح كمان لحساب ملعب القاهرة 24 الاهلي ينهي ازمة برونو سافيو بالتأسيد ويتجنب عقوبة فيفا الخبر مكتوب في القاهرة 24 انه كان فيه مستحقات متأخرة للعب بقيمة 250 الف دولار وقدم شك ورسمية في الفيفا بخصوص هذه المستحقات الاهلي قبرم اتفاق انه هيقصت هذا المبلغ على مدار 12 شهر وبالتالي الموضوع يتقفل وانتهى طيب نروح ليه كمان حساب الوطن الرياضي بيتكلمه على تفاصيل عقد السلية الجديد في الاهلي وفيه بند مثير بيقولوا ان فيه زيادة في راتب عمر السلية بداية من الموسم القرى والجاري عمر السلية طلب زيادة الراتب وهو طبيعي جماعة لما لعب بيجدد اكيد يبقى فيه زيادة يعني ده طبيعه منطقي قالوا كمان ان السلية طلب ان العقد يبقى تجديد لمدة موسمين مش موسم واحد بالاضافة ان فيه بند يتحطي استثناء في العقد انه يلغي نسبة المشاركة لو ما لعبش في مباراة كتيرة ما ياخدش يعني انتوا عارفين فيه نسبة مشاركة مهمة جدا في التعاقدات يعني لو لعيب لعب اكتر من خمسة وسبعين في المائة من مباراة الموسم ياخد كامل عقده او كامل السيزون بتاعه لعب نسب اقل فبتبقى بنسب مختلف تبقى ليه مرحلة ان عمر السلية عدى الى اربعة وثلاثين خمسة وثلاثين فبتقال لك ايه ممكن نطافات في فكرة عامل السن او عامل البند الاستثنائي بتاع لنسبة المشاركة فعموما عقد السلية هيكون ممتدل عشرين ستة وعشرين وكتبوا راتب سنوي تبقى لراتب الفئة الاولى في النادي الاهلي معلوماتي الفئة الاولى محدش عارف بتاخد كم عقد السلية هيبقى بنوده ايه والتفاصيل دي لا تعلن ولا الاهلي بيتكلم فيها ولا اللعب بيتكلم فيها ولكن هي اكتهادات بالتأكيد من زملائنا عشان يثبتوا لحضراتكم ان في نقاش وفي اكتهادات بخصوص تجديد اللاعبين عموما السلية عنصر اساسي والنهاردة بيشارك مع الاهلي واكيد هيكون في اختيارات كولر زيه زي علي معلول اخبار الدور المصري على سبورت تلتمائة وستين رمي ربيعة في مباراة بلدية المحلة عمل اسست وصنع فرصة تسعين في المية دق التمرير خمس تمريرات طويلة صحيحة مية في المية فوز بالثنائيات ارضية مية في المية فوز بالثنائيات هوائية شتت الكورة اربع مرات تدخل يعني تدخل ناجح في مرة عمل مراوغة ناجحة مرة عمل مباراة مميزة رامي ربيعة هي كلها ارقام ولكن في النهاية لنا نتيجة الاجمالية الفريق كسب وخد ثلاث نقاط مهمة حساب بطولات وكيل وسام ابو علي بيقول وسام لم يلعب من قبل للمنتخب الفلسطيني واذا فعل ذلك في المستقبل سيكون قرارا جيدا وسام سعيد جدا بكل شيء في مصر وتفاصيل التصريح بالتأكيد للوكيل البلجيكي لوسام ابو علي اللي هو كمان بيعيش اجواء جيدة وبيستمتع بتواجده في مصر نروح كمان لحساب كورا بلس مصدر خاص لكورا بلس الاهلي يستقر على عودة احمد قندوسي نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء اعرضه المعلومات بتأكد ان قندوسي لاجع اي لاعب خرج سواء لأعارة او تفعيل بند الشراء الاهلي بالتأكيد هيستبدله ويسترجعه عشان يبدأ يشوف قيمته للموسم اللي جاي طيب نروح بالي المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة سألت وقلت رأيكم ايه في اداء الاهلي امام البلدية ومين افضل لاعب في هذا اللقاء طيب نروح مع بعض ونشوف التعليقات الاول نورة بتقول مسائل خير اداء مزهل تقريبا من فترة مشوفناش الجمال والعز في الموسيقي ده افضل لاعب وسام ابو علي وامام عشور ده اول تعليق معنا على سؤال الحلقة احمد بيقول السلام عليكم اداء عظيم ورائع وافضل لاعب في المباراة وسام ابو علي يبقى كده اتنين شايفين ان وسام افضل لاعب طيب ووضح كده طيب نروح كمال لتعاية تاني عمر بيقول اداء ممتاز وامام عشور هو افضل لاعب في المباراة بالتوفيف اللي جاي ان شاء الله اوكي كده رأي تاني امام عشور صلاح بيقول انا سعيد جدا بالاداء والنتيجة والاهم هو وجود الهدف الاهلاوي الجديد وسام ابو علي ربنا يحميهم ويبعد عنهم الاصابات تحياتي لكم وليقناة نادينا الغالي دايما مشرفنا في العالم شكرا جزيلا اخر تعليم معايا سامح بيقول قدم نجوم النادي الاه لمباراة ولأاروعة وكانوا كلهم نجوم وخاصة ابن غزة الحرة وسام ابن علي وامام عشور الافضل في المباراة كل التوفير لنادي القرن واعظم نادي في الكون الاه لفوق الجميع دي كانت ابرز التعليقات لأسف وقت الحلقة جري بسرعة ولكن من خلال رؤيتنا كده وقرات التعليقات الاراء كلها يا اما وسام يا اما اما معشور وانا قلت لكم المباراة بلحكت فيها نجوم كتيرة المهم في النهاية الخمس اهداف الثلاث نقاط التحضير لمباراة يانجي افريكانز من اجل صدارة المجموعة وانا في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في بداية الاسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء